مرحبا اصدقائي متابعين قناة العربية للشترنج كيف الحال ان شاء الله الجميع بخير اليوم معنا حلقة لبوبي فشر طرائف عظماء الشترنج بوبي فشر العظيم والكارثة الانسانية بوبي فشر اليوم بوبي فشر اجاد دوره على المفرمة وحلقة اليوم فعلا مميزة عشان تفهم حلقة اليوم تابع معانا هذا الفيديو بوبي؟ 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 اذهب الى هنا ونحن انت منهم انت منهم ماذا؟ من احصلتك؟ KGB؟ CIA؟ هل انت صحيح؟ طبعا يا قهان لما حضر الفيلم رو يحضروا اسمه Porn Sacrifice تضحية بيدق فيلم رائع جدا من ارواح الافلام اللي نزلت في تاريخ الشترنج واللي راح تنزل يعني ما راح ينزل فيلم مثل هذا الفيلم تمام؟ هل هو وصل عن مقطع اللي هو سأله انت من KGB او من FBI؟ وبعدين اجت نشرة اخبار وكملوا الفيلم بس انا راح اوقف عند هذا المقطع وعطيكم القصة الحقيقية اللي محداش رواها الا مرت المحامي طبعا هذا اللي فعل عليه هو المحامي تعبوا بفشار طبعا بعد ما سوى كل شيء المحامي وبسجرين الحكام وخلاص وهي فشار جاي وفشار مش جاي واستنوا علينا والامور تمام وقال له انت كي يجي بايا ما كي يجي بايا المهم طبعا فشار ذكي سكر باب بالمفتاح وقال له اقعد اتفضل خانا اتحدث لنا كلمتين بع بعض وطف الضو وجاب جنوية جنوية يعني خشبة ونزل فيه خبط اخبط ولك ما لك شو فيه اخبط على راسه على كتفه على اجره على بطنه ولك شو فيه فهمني قال له بدك تطلى جهاز التنصط اللي معاك اخرج جهاز التنصط يقول له ولك معاك جهاز التنصط يقول له ولك انا مش معيش انا مش جسوس انت اللي جسوس ويشمط فيه على راسه على اسنانه على عينه ويقول لك روى على الدار الزلم مهبر طبعا وهو طالع زدت عليه القنوة كان زاكن بالطابق الثالث برضو زدت عليه القنوة وقال له ولك جيب جهاز التنصط وظل له ولك فارقه على الدار طبعا هذا اللي سمعناه من مرت المحامي لما مات بابا فشار كتبت الكتاب وقالت من احد الطرائف انه رجع على جوزي على البيت معرفناهوش طبعا ساوله الف عملية تجميل عشان يرجع بني ادم وبعدين الامور زدت معا فيعطيك العافي بابا فشار بابا فشار ما انت صاي ميت ميت قوم حطلنا لايك واعمل اشتراك في قناتنا وارجع موت يا اخي نعرف فهذا اللي صار مع بابا فشار هذا بمين ذكرني الموقف هذا ذكرني بطرفة اليوم طرفة اليوم في واحد بوسلي هنا بالسويد لعب شاترانج طبعا تصنيفه على الرقع وشاب انا بعرفه من زمان من تقريبا الالفين وثمانية الالفين وتسعة هذا الزلمي فات على بطولة وخسر عشر قيمات اجع علي بقول لي والله ما انا عارف شانه صار معاي انا فقدت التركيز اموري مش تمام رحت الى الدكتور قل لي انت عندك اكتئاب وسترس عشان هيك انت امورك مش تمام وتفكيرك شوي بطيء وكذا وهذا بس انا شاكك في كلام الدكتور انا اخذت فيتامين بي وفيتامين دي وفيتامين اي وصربت عصير جزر كله كله مش زابط معاي الرجل خسران عشر قيمات في البطولة فقلت له تعرف يعني يمكن انت مسحور او مثلا فيه جن راكبك انا هيك بعرف يعني شراك نخذك على هالشيخ بعرف شيخ عراقي صاحبي نخذك عليه ونشوف الزلمي بلكي انه يكون الموضوع مثلا سحر مثلا جنية راكبيتك ممكن طبعا هو بوسني مسلم يعني من جماعتنا صحبنا فخالنا وروحنا على الشيخ حط ايده على راسه وبلش يقرأ قرآن ويتمتم تاك 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 وصل عند بطنه هيك ويلمس فيه قال له انت عندك سحر الماكول قال له شو هذا سحر الماكول قال له هذا سحر الماكول هذا مصيبة هذا منطلعه قال له طيب طلعه قال له لا بتتحمم بكرة بتصلي ركعتين وبتجيني الزلم راها تحمم وصلى ركعتين ووقفت له على باب البيت استنيته ولا هو نازل ايش لابس بدلة ايه فكر حاله راي على عرص يا هرام والله ركبنا بالتاكسي وطلعنا على الشيخ العراقي فتنا القنام جهز غرفة غرفة فاضية قال له تفضل اقعد ما قعد من هنا ولا هو جاي بالقايش تاعد الجيش القايش بلغتنا الاردنية هو بارعنا احزام بيلبسوه الضباط بكون خميل هذا الاحزام اللي بشده حالهم البنطلون يعني الحسنين اللي بفهمش اللغة العربية الاردنية من هذا الجسد ويشمط اخرج من هذا الجسد ويشمط وهذاك اقوله تقومنيش انطق من الذي ارسلك المهم بعد ما خلص منه للاخ قرن صار وجهه احمر والاحزام انطبع على جلده والشيخ صار يعراق فا قلت له شيخ شو طلعت الجنية قال له اه خلاص ان شاء الله عمره تمام شو قرن كيف شاعر قال لي بطلت شاعر صرت قصيدة قال لي بطلت اشعر باشي اذا دمرني هذا الشيخ قلت له مو يا قرن هاي الحلول اللي موجودة في ايدي ما بعرف يعني هذا اللي بعرفه قال لي لا لا بسيطة بسيطة صاحبنا قرن حطناه بالتاكسي طبعا التاكسي كان يطلبونا الشرطة انا شاف قرن مهبر وجهه منفخ وكل عياته وضعه سيء فكرني ضربه يا خرم طبعا قرن نزل على البيت لا هو عارف يمشي ولا عارف كده طبعا هذا من شدة العلاج قلت له قلت له وبنسينا بقولك مرارة الدوهي هي اللي بتجيب العلاج فتحمل قال له بعد سبعين سجل كمان بطولة برضو خسر عشر قيمات فروحت عليه قلت له شو قرن قال له والله خسرت كمان عشر قيمات وتقول له معناته لازم نرجع للشيخ اكيد لازم يزود الجرع لأيامه قال لي لا 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 انا انا غيرت ديانتي انا هندوسي قال له صرت هندوسي قال لي اه انا بعرف وعد هندوسي بحل مشكلتك عنده عجل عنده عجل بيظل يخبط على ظهرك عبيلة طلع الجنة تعال اخذك عليه ويعطيك العافية طرفة اليوم قصة حقيقية وقصة فشر كمان حقيقية طبعا هذا ما وردنا من المصدر ما حداش يجي يقول لي انا كنت مع فشر عرفت عليه كيف فالله عطيك العافية و سلامات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة